يا شعب 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 فخامة الرئيس أنصف الأساتذة والموظفين وسجل للتاريخ تحت هذا الشعار جاءت تظاهرة هيئة التنصيق النقابية على مفرق القص الجمهوري بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوصراء في بعبدة تظاهرة حاشدة تعد أكبر تحرك للهيئة منذ بدء التحركات وجاءت لترسل رسالة مباشرة وقوية إلى المسؤولين وترد على ما قاله رئيس الحكومة للأم تيفي في برنامج بموضوعية بأنه سيحيل السلسلة ولكن ليس تحت الضغط نتأمل الاستجيبه ويلتزمه بإحالة السلسلة بتاريخ محدد بتاريخ محدد يعني ب21 الشهر يطلع يأخذ قرار مجلس الوزراء أنه بده يحيل السلسلة ب21 الشهر بضمانات بضمانات بقرار من مجلس الوزراء بضمانات الرؤسة فخامة رئيس الجمهورية دوت الرئيس نبيه بري كمان مبارح دوت الرئيس مئاتي صحيحة من الهجوم بالشكل لكن اتراجع بالجوهر وقال بدي حيل السلسلة وعلى ما يبدو فإن هذه التظاهرة مفصلية وستتغير بعدها قواعد اللعبة وكذلك الأهداف نحن بدنا إحالة السلسلة نحن عم نقول هالشي مش من موقع الضعيف ينتبهوا أما إذا ما التزموا بتاريخ إحالة السلسلة والله العظيم هذه الأملاك البحرية والنهرية بدنا نحررها ونجيبها لأن هذه ملك الشعب اللصوص المتظاهرون حملوا شعارات منددة بالرئيس ميقاتي والهيئات الاقتصادية وكان لافتا كلمة القياد باسم طلاب المدارس الرسمية يا دولة الرئيس انتقلت بإحدى المعابلات لحعمل بموضوع السلسلة اللي بيمليه علي ضميره هل ضميرك أنه ينزد طلاب جيل المستقبل بلبنان بن أربع حيطان خمسة شهر لحتى تفكر بالسلسلة؟ وعلى وقع الهتفات والأنشيط الحمسية اختتم تحرك هائة التنصيق بمسيرة حاشدة بين الصياد باتجاه الفيضية قطع خلالها المتظاهرون للأسراد الدولي لبعض الوقت ليعودوا بعدها إلى مركز تجمعهم متوعدين بالتصعيد وصولا إلى تحقيق المطالب إنه اليوم الخامس عشر من تحرك هائة التنصيق النقابية الاتصالات مفتوحة مع الجميع والأمور لا تزال حتى الآن معلقة وبالتالي مفتوحة على كل الاحتمالات من أبعبدة نخلع ضيمة أم تيفي